موسيقى السلام عليكم ورحبا بكم في قناة رسالة سامية اليوم سوف نجد معكم 1 كيكا ملحب مكونات بسيطة و كده لديدة كنتمنى انها تبنى الاعجابكم وبقوا معي حتى الاخر باش تشوفوا المقادير لها الكيكا هذي سوف نحتاج هذه المكونات اللي محتوطين قدامنا واللي هما الكاشر ثلاثة ديال البيضات كبدة ديال الجاج زيتو نقطع كنور ديال الجاج خمارة حمراء شوية الهريسة وشوية ديالت حمارة كاس ديال الزيت وكاس اللاروب ديال الحليب وزلافة فاش نخلطه وغادينا نضجوم تربق البيضات ديالنا في البول انا عندينا البيضات متوسطين ماشي كبار وماشي صغار نضربوا البيضات ديالنا مزيان مع قبصة ديال الملحة لا نكتروا الملحة لانما زائدنا المكونات الاخرى كلها ملحة بالاضافة الكنور او لده مضينا ملحة سوف نخلطه مزيان ديالنا حتى يندمج ونضيفه الزيت دريجيا انا فضلت انني نضرب نخلط غبيض ديال ممكن انكم تستعملوا الباطر سوف نستمروا هكو ونخلطه مع ديالك زيت حتى يندمجوا ونزيدوا الحليب ديالنا ونخلطه حتى كنت نشوفوا ديالك العناصر انها تخصف بعدياتها كنت نضيف العطرية ديالي او التنسيمة ديالي اللي هي الهريسة وتحميره ممكن انكم تضيفوا زعتر حتى هو يعطي نسمى زوينة انا مع الاسف فكاش متواجدة عندي فقط تغيب اللي كان وفي هذه المرحلة ممكن من الاحسن انكم تديروا الكنور في هذه المرحلة ونضربوه مزيان حتى يدوب انا اخليت وطل الاخر ومن الاحسن نضربوه دابة مع البيض باش يدوب سوف نضيف العناصر الاخرى الزيتون القطع والكبدة ديال الدجاج والكاشر الكبدة تعطي نسمى زوينة تقطعها رقيقة ما كنجيش بينا باتاتر بانها كينفة في الكيك تعطي واحد المضاق زوين الى ما كانوا شولة تكون كتعجبهم الكبدة الفراغية سوف نستمروا ونضيفوا المكونات الاخرى كونور حكيتهم الاحسن تحكوه ونخلطوا جميع المكوناتين انها كاملا حتى نحسو بها انها اندمجة معنا ونضيفوا الدقيق انا هنا تقريبا ااااا ضفتة وحد جوش كيسة مهم على حسب البيض لحجم دياله وكما نقولكم دايما على حسب الحجم البيض إذا كان كبير قولها صغير كل واحد وشحال غادي ياخد معاه دي المقدار ديال الدقيق ونضفو الخمالات الحمر ديالنا ونغرب لهم مع داك الدقيق ونخلطو جميع المكونات ديال نحتك يندمجونا مزيان القاوم ديال الكيك كي يجي قابض في راسو عندما لاحظوا معايا الكيك محدنا ما اضفنا روج الدقيق بززافة كي تشوفيه جاري ومحدك نتيك اضف الدقيق هو كي يزيد كي يطلع معاك سوف يحصلوا على القاوم اللي احنا برينا وكنحبسوه منطقيق عندما تشوفوا معايا في الاخير القاوم كيف شغل يجي كنهزو هكا ديك الفوي وكنشوفو الكيك ديالنا سوف يبدأ يتجمع معانا ملقاش جاري بززاف ثم كنعرفو ان الكيك ديالنا سوف يجاهز وناخدوا المول اللي غادي نديرو فيه ممكن انكم تديروه في مولات فرضية انا فضلت ان نديروه في مول كبير كدهنيه بالزيت ودقيق او لزبدة ودقيق ونحطوه كيك ديالنا ونضربوه وحتش في باش يخرج دك ونضربوه الهواء للداخل ونصرحو الكيك ديالنا مزيان باش تستوي جميع الجوانب وندخلوه الفران او عفوان عشرين دقيقة كيكون واجد معانا الكيك في الساكية طيب انكين متجهدوه لوش الفران فقط تكون عافية مهيلة كيفما الكيك العادي يتحمر ويأخذ دكاليوين وحتوما نطبقنا الكيك ديالنا يجي في حل هكا ونشعلو عليه شو بعافية من طبيعي باش يتحمر ويأخذ دكاليوين واش ننرفوه طيب كندل واحد كيك دون كانشوفوه كيك ديالنا ونزينو ونطلقوه مع الشكل نيائي كيفاش غادي يجي ولكيك ديالنا كيجي على هذه الطريقة هذي او لالهات الشكل كيجي غزال وواحد المدقى رائع لا تصدقوني انه يجي زوين مع ذلك الكبدة اللي كان ديله وذلك الكاشر ممكن انكم تضيفوا اي مكونا بغيتو او رد نقصوا اي مكونا معجبكم لكن الكبدة هي المكونا الرئيسي لهاد الكيكهذا كي يجي كرطي واحد نسمى زوين عليه ويمكن لكم تزوقوه او لا تزينو باش ما بغيتو بالكاشر بالفرماج حمار باي حاجة بغيتوها بالفلافل ملونين علش اللي حتى وما كيعطوا منذر زوين او لا المايونيز والكيتشوب هاكا تديرهم خطوطة من الفوق المهم كل واحدة تبدأ على ذلك الشي اللي عندها وذلك الشي اللي متوفر عندها ولكيكدي انك يجي في حلقان نتمنى انه يكون يعجبكم ونطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله خليتكم على خير